أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين مصطلح اليوم هو العقود الآجلة وهي العقود العادية المتداولة في البورسة التي تطلب من شبهة أسليم سلعة أو سند أو عملة أو مؤشر أسهم بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل على عكس الخيارات تلزم العقود الآجلة بالشراء المخاطر التي تعرض لها مالك هذه العقود غير محدودة ولأننا مطلعات غير متناظر فأن المخاطر التي تعرض لها البائع هي غير محدودة أيضا دولارات التي يتم ربحها وخسرتها من قبل كل طرف على العقود الآجلة متساوية وعكسية بعبارة أخرى تداول عقود الآجلة هي لعبة التي محصلتها صفر عقود الآجلة هي آجلة وهذا يعني أنها تمثل تعهد للقيام بصفقة معينة في موعد لاحق يحدث تبادل الأصول في التاريخ المحدد في العقد تمييز العقود الآجلة عن عقود المستقبلية العامة بأنها تحتوي على مصطلحات مؤحدة يتم تداولها في تداول رسمي تخضع للتنظيم من قبل وقلات التنظيم ومضمونة من قبل مؤسسات التنفيذ المالي وبالإضافة إلى ذلك ومن أجل ضمان الدفع تفرض على العقود الآجلة متطلبات هامش التي يجب تسويتها يوميا أخيرا وعن طريق تنفيذ تداول موازي وعند تسليم البضاعة أو الترتيب للتبادل الصلاع يمكن إغلاق العقود المستقبلية يقوم تجار التحوض في الكثير من الأحيان بتداول عقود الآجلة من أجل الحفاظ على مخاطر الأسعار تحت الرقابة